بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم في المحاضرة العشرة من محاضرات الـ Document Control إحنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفايلينج حد فاكر إيه تعريف الفايلينج اللي إحنا اتكلمنا عنه قلنا الاحتفاظ بالمستندات فين بالضبط كده في مكان آمن وسهولة بالضبط والقدرة على الأثور عليها بسهولة وبسرعة تمام بالضبط كده بعد كده اتكلمنا عن إيه هي الـ Document اللي إحنا بنعمل لها فايلينج وقلنا إن هما نوعين من أنواع الـ Document اللي إحنا بنعمل لها هي هي كلها بتنحصر في حاجتين بنعمل لهم فايلينج يعني هما إيه لأ مش الـ Sorting لأ قلنا إن هما فايلينج بيتم مستندات بيتم إرسالها إلينا من مكان أو من organization تانية غيرنا وـ Activity أو record إحنا بنعملها في الشركة بتاعتنا وبنحاول إن إحنا نسايفها علشان نقدر نوصل لها بعد كده بسهول تمام هما دول النوعين اللي إحنا دايما بنتعمل فيهم في الـ Document طيب قلنا بعد كده إمتى بنعمل فايلينج عندنا؟ إيه اللي بيحدد بنعمل فايلينج كل يوم ولا كل شهر ولا كل قد إيه؟ قلنا إيه اللي بيحدد ده؟ بالضبط كده ضغط الشغل كل ما ضغط الشغل عندي بيزيد كل ما لازم إن أنا أعمل فايلينج بتاعي ديلي إن أنا ما سيبوش إن هو يتكوم علي يوم بعد يوم لو عندي الضغط مش كتير في الـ Documents الحاجات الورقية اللي إحنا بنعمل فيها مش كتير ممكن نخليها إما مرتين في الأسبوع أو مرة كل الأسبوع تمام؟ بعد كده اتكلمنا في طرق الفايلينج اللي إحنا بنتتابعها إحنا قلنا كده عندنا كم سيستم للفايلينج بنقدر إن إحنا نتابعه في تخزين المستندات قلنا باي إيه؟ باي كاتيجوري باي إيه كمان؟ باي ديك بالضبط كده باي نمبر باي ريفرنس اللي إسمه باي ريفرنس باي سوبجيكت اللي هو الكاتيجوري ألفابيتك صح؟ بالضبط كده وآخر حاجة قلنا اللي هي اللي هو بالأماكن أو بالجيوجرافيك بتاعت المكان اللي إحنا بنتابعه فيه هم دول الخمس طرق اللي إحنا بنعمل بيهم الفايلينج بتاعنا طيب لما بنجي نعمل سيتم لأي سيستم موجود عندنا في الشركة كنا افتكرنا إن إحنا كده قلنا إن إحنا بنعمل كم خطوة كده علشان نعمل سيستم حد فاكر كنا بنعمل إيه؟ ترتيب المستندات أو فرز المستندات بالضبط كده بالضبط كده لا هو مش ده اللي قصدي عليه بالضبط كده أستاذ عبدالله هو اللي جاوب الإجابة الصحيحة وضع المستندات في مكان واحد أول حاجة تجميع الملفات في فئات أو مجموعات كلها بتنتمي البعض يعني نحط كل المستندات في مكان واحد علشان نقدر إن إحنا نرتبها وبعد كده نرتبها بطريقة منطقية يعني كل نعمل لها نخديها كل كاتيجوري في حاجة بتبقى صلة ما بينهم بس تكون صلة منطقية مش رقم أو مش ديت أو أي حاجة من كده ثالث حاجة بعد كده بإن إحنا قلنا إن إحنا ممكن إن إحنا يبقى في عندنا ملف بيتحط في مكانين زي مثلا اللترز أو كورس بوندنس قلنا إن هي ممكن تكون تتحط باي سوبجكت أو ممكن يكون فيه قابل تانية وتتحط لنفس الدكيمينس دي بتكون مترتبها باي ريفرنس تمام؟ فلما نيجي بقى نبتدي إن إحنا نعمل السيستم ده إزا هنخلي السيستم ده قبليكبول على الدكيمينس عندنا كلها فأول حاجة إن إحنا بنفرز جميع المستندات ونحطها في المجموعات متشابهة اتنين نضع اسم لكل مجموعة أو كل فئة ثلاثة نعمل قايمة بالفئات اللي عندنا وبعد كده بنحاول إن إحنا نسأل نفسنا شوية أسئلة حد فكر إيه الأسئلة اللي إحنا كنا بنسأل نفسنا فيها؟ هما كانوا سؤالين أساسيين بالضبط والسؤال الثاني هل إحنا نقدر إن إحنا نجمعهم ولا هل هم إن هم محتاجين إن إحنا نخليهم أكتر من كده إن إحنا نقسمهم أكتر من كده عشان نقدر إن إحنا بالضبط كده إن إحنا نحط وبعدين هل إحنا نقدر إن إحنا نلتبهم بالترتيب الأبجادي ولا لازم يفضلوا في الفئات بتاعتهم دي زي ما هي؟ ده كان الأساسي إن إحنا نتكلم فيه المرة للفت طيب إحنا النهاردة دي المحاضرة العشرة زي ما بنقول النهاردة تلتاشر أغسطس وهنتكلم النهاردة على المنتيننس of copy and equipment إحنا ليه بنعمل منتيننس للإكوبمنت اللي موجودة عندنا في البروجيكت؟ أو يعني إحنا ليه كالدوكيمنت كنترول مطلوب مننا إن إحنا نتابع الحاجات بتاعت المنتيننس بتاعت الإكوبمنت اللي هعندنا تفتكروا لين؟ لإستمرارية العمل أدي كده واحد مستر كابي يعني مش فهم قصد حضرتك يعني إيه مستر كابي حالواتي بنتكلم عن السيانة الدورية للإكوبمنت اللي موجودة عندنا في البروجيكت؟ ليه إحنا كالدوكيمنت كنترولرز مطلوب مننا إن إحنا نتابع السيانات الدورية للإكوبمنت اللي موجودة في السايتس مثلا؟ عدم إضاءة الوقت توقف ويد دي لي بالضبط كده سيف هيستوري أوف إكوبمنت تمام؟ توقف ويد ميزيك أوف دوكيمنت تمام؟ عندي خلفية لو مسؤول السيانة مش موجودة لده لو حضرتك هتقوم بعمله إنما إحنا هنا السؤال بنتكلم إحنا ليه أصلا لازم نتابع السيانة؟ أول حاجة الدوكيمنت كنترول مسؤول عن مسؤول إن هو عن يعني الـ بتاع الإكوبمنت الموجودة في الحيز اللي حواليه يعني كل حاجة بتخص علشان السكانر الـ إيه تاني الموجودة عنده هو المسؤول المسؤولية تم عن كل السيانات بتاعت الحاجات دي فلازم إن هو يتابع السيانات الدورية بتاعت الإكوبمنت اللي حواليه علشان ما يحصلش فيها تعطيل لو حصل فيها تعطيل الإكوبمنت دي أولاً شغل هو اللي هيتعطل شغل هو اللي هيتأخر مفيش حد هيجي يساعده في الشغل لما يبقى وراه كم شغل باكلوج قد كده مفيش حد هيقدر إن هو يساعده في القصص إن هو يخلصها هيدطر إن هو لو تأخر ساعة في اليوم إن هو ما عندهش الإكوبمنت بتاعته اللي بتساعده هيدطر يلاقي إن هو عنده باكلوج كتير جدا ممكن يقعد مدايقه مثلا متاع اسبوع لشان يقدر يتخلص منه فبالتالي مهم جدا إن الـ يبقى متأكد وامتابع الصيانات الدورية للـ طيب سؤال تاني إحنا إيه الـ اللي بتبقى موجودة عندنا في البروجيكت إحنا طبعاً ما ظننا هنا بيشتغل في سايت يبقى موجود برا الـ إيه هي الـ اللي بتبقى موجودة في السايتس غير إن هي الفتوكابي والـ والـ بتبقى مسؤولة برضو من الـ إن هو يتبعها ويتبع حالته وفقط ملوقاتها وبيستلمها مع الموباليزاشن البلوتر غير البلوتر سيفر تمام ديسكتوب أوكي، بيسيز ألكتراستي راك بيسي هارت ديسك سي دي رايتر لابتوب ستامبس تمام؟ بس الـ ستامبس ما بتعتبرش من الـ تعتبر من التولز التوركين بالضبط كده في حاجة تاني الفلاشات أوكي بس دي برضو طولز مش لكل طيب في بداية المشروع احنا طبعا بيبقى عندنا حاجة اسمها موباليزاشن اللي هي الفرش بتاعة السايت أو المكان اللي احنا بنامتوابدين فيه للشروع تمام؟ فهي دي الليست بتاعة التولز اللي بتبقى عندنا أول حاجة تاني حاجة الـ 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 وآخر حاجة الـ الـ دي الـ اللي بتبقى موجودة الـ طبعا في حاجة تانية كتير جدا الحاجات دي بس دي الـ الـ اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة وهنقول دي الـ بيبقى مسؤول عنها أولا الـ و هما أول اتنين بيقوا متواجدين في المشروع أو متواجدين في السايت اللي بيبتدي يبتدي ان هما يجمعوا الكروب دا أو الفريق بتاعه فالـ من قوائل الناس اللي بتبقى موجودة في السايت وده بيبقى منحسن حظه علشان يبتدي يحط الـ بتادي يقسم كل شغله بطريقة كويسة من بدايتها لأنه بتبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا في المواقع لما بيبقى الـ متأخر شوية عن الـ اللي موجود فبيتفاجئ انه عنده كمية أوراق أو كمية داكيمنت دخلت السايت بطريقة مش منظمة وهو بياخد وقت كتير عبر ما يقدر يعرف يجمعهم ويقدر ان هو النظام بطريقة فلو منحسن حظه ان هو دخل في الأول فهيبقى هو هيبقى هو مسؤول ان هو يستلم كل الـ ويبقى عارف استلمها من فين من اللي هيجي يعملها سيانة ولازم مهم جدا ياخد باله ان هو ما يستلمش استلم شخصي لأي موجودة في السايت لانه المفروض ان هو بيستلمني على مسؤولية الشركة مش على مسؤولته الشخصية عشان اللي قدر الله يحصل اي مشكلة في السايت ما يجيش هو في الآخر اللي يتاخد عشان هو اللي ماضي على الورقة الاستلام شخصي مهم جدا ان انت لما تيجي تستلم تبقى انت بتقول ان الحاجة دي استلام من الشركة هي اللي مستلمة الوضع ده لانه هو ممكن في وقتا من الاوقات هو اللي يخط الكواليفيكيشنز بتاعت الحاجات دي او الستاكس بتاعت الحاجات دي وهنقول برضو ان دي احنا ليه هنا حطنا هنا لان دي من ضمن الحاجات المهمة اللي بتبقى موجودة في السايت تمام؟ اول حاجة الفرنيتشر الفرنيتشر في السايت تبقى من الحاجات اللي بيجي يعمل لها موباليزيشن في الاول لازم تكونسيدر شوية حاجات لازم نراعيها وحنا لما بنيه نختار الفرنيتشر اللي هيتحط في السايت اول حاجة التكلفة لازم ما يكونش مكلف جدا لان هو بيقى موجود فسط بيئة كلها طراب وكلها حاجات لو كمان ان هي تبقى حاجات موجودة في المواقع مش هتبقى بعد كده بعد فترة المشروع انت مش هتستعمل الحاجة دي تاني ممكن تتنقل موقع تاني بس مش هتلجه بيها لها تقفص عنها فلازم اول حاجة تكون التكلفة بتاعتها تكون قليلة ولازم تكون طبع الميزانية بتاعت المشروع اتنين لازم التصميم يكون تصميم انت بتستثمر فيه كل الاماكن الموجودة حواليك انا مبتكلمش عن الفرنيتشر اللي هي المكاتب بس انا بتكلم كمانا عن الإيقويمنت اللي انت بتستعملها كدواليب كدسك كدسك مثلا انت بتخط عليه اللوح مثلا او حاجات انت بتستعملها في الفايلين دالت حاجة احنا برضو بالراعي المتانة اللي احنا مش بنحتاج حاجة تكون مش متينة علشان الشغل انت بتفضل موجودة فترات طويلة فبالتالي انت محتاج حاجة تعيش معاك لحد ما تخلص السايت بتجاعت لازم تكون كل الحاجة اللي انت هتجيبها هي موحدة ونفس الزوء او نفس اللوح عشان ما يبقاش في حاجة بايل ان هي ويرد في وسط الحاجات بتاعتها بعد كده لازم تروعي السفتي في اختيار الحاجات اللي انت هتحطها في المكتب علشان لما تيجي تستعملها ما يبقاش حد ماشي بسرعة يتخلط فيها او يتعور فيها او ان انت مسلا سايب اسلاك محطوطة في مكان مش امن ممكن الناس عادي وتروح وترجع فيه فبالتالي ممكن حد يتكابل في السلك ده يبوز لك بتاعتك وفي نفس الوقت هو يتعور اخر حاجة توفير المساحة لازم اللي انت هتستعملها او اللي انت جايبه بتستعمله لازم يكون بيوفر لك مساحة كويسة جدا علشان تقدر ان انت تتحرك بطريقة صحية اخر حاجة بنتكلم فيها بالقول ان هو لازم يكون قابل للنقل ان احنا كناس او كتيم شغال في سايت او في موقع فبالتالي احدا ممكن نتنقل ممكن يتعمل لنا موبليزيشن لاكتر من مكان في المواقع بيبطلوا الاول ان هما يحطوا الكرو او الموبليزيشن في مكان في السايت وبعد كده بيحتاجوا ان هما ينقلوا المكان ده من مكان وهنا المواقع كان تاني مش هيستخدمه في السايت فبالتالي النقل ده لو حصل مايبواصل حاجات ال كمام؟ فاول حاجة الفرنيتشير ممكن انت تكون كدوكومنت تكون مسؤول ان انت تحط ال بتاعت الفرنيتشير اللي انت هتجيبها في السايت عندك او تختارها او ان انت ازاي تفرقها او تستلمها فدي حاجة من ضمن التوز اللي احنا نستعمل تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا ان هي تكون موجودة في السايت الانترنت كونكشن لازم ان تكون موجودة فيه وسيلة من وسائل الاتصاد بالانترنت اذا كانت فلاش مودم او اذا كانت دي اس ال او اي طريقة اي ان كانت عشان تقدر ان انت تتواصل مع المكتب الرئيسي بتاعك ومع بقية البارتس الموجودين عندك في البروجيط من غير الانترنت كونكشن هيبقى انت عندك مشكلة كدوكومنت كونترول ان انت تقدر تتواصل مع العالم الخارجي فبالتالي الانترنت كونكشن لازم انت كدوكومنت كونترول تبقى عامل عليها كونترول جامد جدا لو انت عندك فلاش مودم تبقى عارف كل واحدة سيعتها قد ايه وبتتجدد امتا ومين اللي موجودة مع مين وانت عامل بها لست وعارف كل واحدة مع مين وكل سيريال نمبر مع مين عشان لو حصل فيها مشكلة وحضرتك هتخلنك تلهاد افس عندك علشان يصلحها تضطرش ان انت تقعد كل شوية تطلع تاخدها وتقعد تحطها عندك في فلاشة وتبقى عارف محتاج ان انت تدري كل انت والمفروض تغص عليه ان انت تدير بتاع الفلاش مودم دي وهو هيقولك ان ان كانت فيها مشكلة او ان فلاش مشكلة فدي برضو من الحاجات اللي بطبيعة تمام لوازم المطبخ او احنا برضو بما اننا دلوقتي بقى انا بشترة طول الوقت في السايت واننا ممكن السايت ما بيبقاش موجود في مكان حيوي ان انت تقدر تاخد الساعة بتاعتك ان انت تروح تعمل فيها تجيب فيها اكل وترجع فبالتالي بيبقى لازم في بعض الاسبكس بتاعت البروجيكت بتبقى لازم المقاول ان هو يوفر كاتل مثلا للميا ديسبنسر للميا يكون موفر مثلا قافي ماشين تلاجة حاجة يسخن فيها الاكل كل الحاجات دي المايكرويف كل الحاجات دي بتبقى موصفة موجودة في الاسبكس بتاعت البروجيكت وحضرتك ان انت بتستلم الاسبكس دي بتراجع الايتم اللي انت المفروض تستلمها من المقاول يعني لو انت شغال مع الكلاينت او شغال مع الكونسلتر فحضرتك بتمسك الاسبكس section بتاعت السبلايرز دي او بتاعت وبتراجع الايتم اللي جات لك في السايت وايه للمفروض ان انت تستلمها وايه للمفروض ان هي متوصفة عندك في العاقة بتراجعها ايتم ايتم وبتتأكد ان هي دي فعلا بنفس المواصفات بتاعتك بتقول ان هي دي خلاص وبتسلمها اللي شغال معك وانت خلاص كده انت ملكش اي علاقة بها انت كل ما عليك ان انت بتستلمها لما بتيجي تدخل السايت في الاول خلص وبتقول ان هي دي خلاص ان هي كانت جاية بطريقة كويسة وان هي تمام وبتعرف المواعيد الدورية بتاعت الصيانات بتاعتها وبتعرف لو هي ليها وارانتي او حاجة بتحتفظ بالوارانتي ده معك علشان لو حصل لها اي دامج او حصل لها اي مشكلة تعرف ان انت ترجع للشركة او تعرف ان انت حقك ان انت ترجع للمقاول ان هي لسه جيها وقت ان هي تحت تحت الضمان فبالتالي يقدر ان هما الشركة تصل لهم هو ده المقصد بس انت كدوكيمنت كنترول مش مسئول ان هي خلاص موجودة في المكان بتاعها انت وانسا انت استرمتها وحطتها في مكانها يبقى انت خلاص كده ملكش على قبل ساعتها بتتحول المسئولية بتاعتها للناس اللي شغالة في المكان ده تمام بعد كده بنتكلم مع التليفون سيستم طبعا في مواقع كتير جدا بتتعامل بالتليفون كونيكشنز او او بيسموها ايه بيسموها الساسكو مثلا تتعامل بالموبايل فبالتالي هو بيجي يحط لك سيستم بتاع الساسكو مثلا او ايه سيستم هو عشان يشتنل بيه او حتى لاندلاين هتطولك وحضرتك المفروض تبقى عارف ان ايه 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 بيسموها البريزة او بيسموها الفتحات بتاع الموجودة عندك في سايت ايه شغاله بتتأكد ان كل الفتحات دي مع الناس اللي بتيجي تعمل بالزبط كده الناس اللي بتيجي تحط التركب التليفونات دي بتتأكد ان كل التليفونات كل الخطوط الموجودة دي هي كلها شغالة وبتعرف ايه انهي بالزبط اللي شغالين قال ان السلوبس اللي شغالة او انهي لأ علشان لما تيجي تنقل مكتب من مكان لما كانت بقى انت متأكد ان المكان ده في كل الكنكشن تقضي في انترنت كنكشن في تاليفون كنكشن وفي كل حاجة وفي الكتريستي وان هو كله شغالة ده برضو من ضمن الحاجات المهمة في تسليمات المواقع او لما بتيجي تسليمه لازم تتأكد ان كل المكان اللي عندك شغال بطريقة كويسة فبالتالي في مواقع كتيرة دلوقتي ما بتعتمدش عن ان هي بقى عندها لاندلاين وبتعتمد على الموبايل اه على خطوط الموبايل هي تسلم لكل مهندس او كل حد شغال في السايت خط تريفون وموبايل علشان هو هيبقى اسهل ان هو لو نزل الموقع يعرف يبقوه او حد عاوز يقوله معلومة يعرف يوصده بالكلام ده دي برضو الليست دي برضو بتبقى موجود مع داكيمنت كنترول في الاول بأرقام الخطوط بتاعتها بالخطوط اللي هو مستلمها بكل واحد استلمه خطه امتى وكل واحد اللي تدفع فطورته امتى وكل واحد عارف كل البيانات. كل البيانات دي برضو بتبقى مسجلة عند داكيمنت كنترول ولازم ان هو بيتابعها علشان لم يجي مهندس يسيب الموقع او يروح موقع تاني او يسيب الشركة او يعمل اي حاجة هو اللي بيعمل له لكل اللي بتبقى موجودة معاه شخصية بتبقى موجودة معاه لان هو اللي يسلم له الحاجات لكل المهمسين اللي يجي او اللي يسلم لهم الحاجات دي باي هاند يرجع في الاخر يستلمها منهم في الهاندينج اوفر علشان يرجع يسلمها عنده في الامانات تمام؟ ده كده بالنسبة للتليفون سيستم طيب ايه تاني؟ الحاجات بقى الاساسية بتاعت اللي هي الفوتوكابي تمام؟ بالوقتي البرينتر مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مواعيز السيانة بتاعتها البيئة لازم تتأكد ان بتاعت البرينتر هي فعلا اللي انت استلمتها ما تسلمش حاجة اقالة من البرينتر والفوتوكابي والسكانر ده وقت يوم كلهم بيبقوا في اكويبمنت واحد في منهم بيبقى موجودة على المكاتب الشخصية كمسلا بي ام او ك كر اي مثلا بيبقوا هم حابين ان هم يبقى عندهم حاجتهم الشخصية عشان نشكولوا شوية بتلاقوا يجيبوا من الفوتوكابير اللي برا وفي ناس بتقولك لأ انا هجيب واحدة لكل الموقع والموقع كله يتعامل معي مش شرط ممكن تكون من صلاحيات ادارة تكنولوجيا المعلومات بس في المواقع الصغيرة يا استاذ ابراهيم بيبقى هو اللي شامل كل ده لو انت الموقع بتاعك عدد المهندسين اللي فيه مش كتير مش هتلاقي عندك ومش هتلاقي عندك الناس دين هي هتتابع كل ده ساعات فوقت من الاوقات بيبقى ده مسؤولية حسب الحجم بتاع البروجيكت بتاعك تمام نرجع تاني للفوتوكابير قرات التصوير اللي موجودة عندك في المكان هي مسؤوليتك انت الشخصية لانك اي حاجة بتبوص فيها انت اللي بتتعطف في فوقك فبالتالي مهم جدا ان انت تراعي ان لو الحبر بتاع الورق وانت تطبع وخف لازم تاخد بالك ان هل الكارتريج محتاجة تتغير هل الكارتريج بتتغير هل هل الحاجات اللي هي محتاجة ان هي بتاعت الويست بتاعت الحبر دي هل هي تنظفت ورجات في مكانها في وقتها الطبيعي وانا لأ حاجات دي لازم تاخد بالك منها ولازم تعرف كمان ان تعرف المعايد الدورية بتاعت السيانات بتاعت الاكويبمنت دي كل قد ايه علشان تتابع مع الناس عشان تيجي تعمل تعمل السيانة عليها كمان ايه كمان الكمبيوتر سوفتوير السوفتوير انا بالنسبة لي يعني من خبرتي قبل كده ان هما ان المقاول وانس ان هو بيستلم اللايسنز بتاعت اي بروجرم بيجي يحط لك البيسيز الاجهزة بتاعت الكمبيوتر بتاعتك بيسلمها لك كدوكيمنت كنترول سلمك مثلا عشر اجهزة انت مثلا عندك عشر مهنسين او عندك خمس مهنسين فبالتالي بيجي يسلمك العشر اجهزة وبيدي لك اللايسنز بتاعتهم فوقهم اللايسنز دي بتبقى اغلى حاجة ممكن تكون في مكتبك انت كدوكيمنت كنترول موجودة عندك وسهل جدا ان انت مداخدش بالك منها فمهم جدا انت تبقى حط اللايسنز بتاعت الاجهزة بتاعتها دي او بتاعت البرامج دي في مكان مقفول ومحدش يعرف يوصل له غيرك علشان ما تحصلش مشكلة اللايسنز دي كلها او السوفتوير طبعا برضو بتبقى موصفة في العقد بتاع البروجيكت وبيبقى معروف انت هتشتري كل حاجة وكل الحاجات دي دي برضو محتاج ان انت تعمل لها لست واتباعها علشان تتابع بتاعها هيبقى امتا وتبلغ من قبليها البي ام او تبلغ من قبليها الناس المختصة ان بتاع الحاجة دي لما هتنتهي او لما هتعمل البرنامج ده هيوقف معي فمن ضمن الحاجات المهمة جدا الكمبيوتر سوفتوير ان هي برضو بتعتبر من الموجودة عندك في السايت واللي محتاج ان انت تراعيها ومحتاج ان انت تاخد بالك من الاوقات بتاعتها اللي ممكن يحصل فيه تمام؟ طبعا احنا عندنا في البروجيكت اللي احنا نشغالين فيها دلوقتي اهم حاجة ان انت تشتغل فيها اول حاجة تكون اللي هي ام اسم او اوفيس لازم يكون موجود عندك لازم يكون موجود عندك بي دي اف رايتر لازم يكون موجود عندك الكات اي تاني في برامج ممكن يكون محتاجينها في السايتس في حاجة تانية جاهدون ما هو الاوفيس و اي تاني والريفت صح والريفت برمافيرا بي دي اف و كاد هما دايما الدايما ابتر حاجة حنا نستعملها اوفيس بي دي اف كاد البيم ده في حالة ان انت هتدخل ان انت اصلا عندك اصلا برنامج هتشتغل على البروجيكت كله لما هو ما بيعتبرش لان هو مستشارش لوحده هو ضمن الكاتيجري كلها الفوتوشوب بالزبط جهة نيجي بعد كده نتكلم عن دي من اهم الحاجات اللي بتبقى مسؤولية مهم جدا الداكيمنت كنترول يبقى عارف اللي هو محتاجها ككونسلتنت ما بيبقاش عنده حد للبرشيزي يعني دايما الكونتراكتور على قد ما بيبقى شغل الداكيمنت كنترول لما بيشتغل مع الكونتراكتور بيبقى كتير على قد ما هو في حاجات هي براه ما هو بيعملهاش بس الكونسلتنت على قد ما التاسك بتاعته بتبقى مراجعة الداكيمنت بس واسلام الداكيمنت ومراجعتها وتسلمها على قد كده بيبقى فيه عنده تاسكس تانية مالوش ناس بتشتغل عليه تمام يعني الكونسلتنت مثلا بتلاقي الشغال معاه مثلا حد بتاع اي تي دايما بيعتمد على اي تي اللي موجود مع المقاول او بيعتمد على اي تي اللي موجود عنده في الهد افس انه هو مثلا بيجي له مرة في الشهر او بيجي له مرتين في الشهر وخلاص على كده اي مشكلة بتحصل عنده في الكونتراكتور في اللابتوب في الكونيكشن استعنده واضطر ان هو يقضي يصلحها بنفسه او بيشوف بياه هو بيعمل الكونيكشن عشان يقدر يصلح الحاجة دي طيب بالنسبة للسابلايرز برضو هو اللي بيعمل الوردر الستيشن الوحدة بما فيه الطلبات بتاعت الاوفيس يعني انا بالنسبة لي الموقع بتاعي بما تبرر انه هو موقع صغير فانا اللي بعمل في الوردر بتاع الستيشن الى كل حاجة في الصيب فمحتاجة ان ان انت وانت بتعمل الوردر ده ان ان انت تفكر في تفاصيل يعني ايه تعرف ان انت تعرف الافردش بتاع الاحتياجات بتاعتك كل شهر وتعمل فوق الافردش ده تعمل عليه ريزير بحيس ان انت لو حصل عندك مشكلة او تأخرت عليك الطلبية اللي جاية انت متوقفش يعني سيء مثلا انا مثلا واحدة من الناس بستعمل مثلا روزمة في اليوم تمام روزمة ورق بتحط في البرينتر او بتحط في الكابي في الكابي ماشين بستعملها هي واحدة في اليوم وانا مثلا عندي الكارتونة فيها خمس فيها خمس روزة تمام فهقول انا محتاجة كم واحدة في الشهر علشان تكثفيني الشهر سيء مثلا انا بشتغل خمسة وعشرين او انا محتاجة خمسة وعشرين روزمة خمسة وعشرين في خمسة يعني انا محتاجة في الشهر خمس كراتين تمام؟ فلما جي اطلب الوردر بتاعي مطلبش خمسة بس لان انا وارد ان الطلبية ما تجليش في اخر يوم انا محتاجاها او في اول يوم انا هطلبها هتجلي بكرة تانية فهضطر ان انا بدل ما عملهم خمسة مثلا اعمل عشرين في المية ريزرف ممكن اقول مثلا ايه انا مش هطلب خمسة انا هطلب سبعة وخلي الاتنين دول ريزرف لان انا ممكن احتاجهم ممكن الوركلود بتاعي يبقى زيادة الشهر ده ممكن حد تحصل عنده مشكلة مثلا في ديبارتمنت تاني او حد يحتاج ان انا ادخله برينتر عشان مثلا بيخلصوا البيامت مثلا اي حاجة من كده فاستهلاكوا في الورق الشهر ده كتر شوية فمحتاج ان انا هطلب الريزرف العشرين في المية في كل حاجة يسبقى في التالبات بتاعت السبلايرز بتاعتها جديد على كل حاجة لو انا مثلا عندي في البروجيكت مثلا عندي خمس مهندسين فانا مثلا بشتري السبلايرز او ان انا بجمع الوردر بتاع السبلاير بتاع الاوفيس مثلا بتاع الشاي والسكر والقهوة فبعض اقول مثلا يعني لو كل واحد هيشرب مثلا بيتين شاي في اليوم مثلا يبقى انا محتاج كده ان انا احسبها ان انا كل يوم هيبقى عندي عشر بيات شاي تمام فبالتالي كل حاجة من دول هحاول ان انا اجمعها على اخر الشهر على خمسة وعشرين يوم هتبقى بكام وصيف فيها ريزرف عشرين في المية واعمل list كل السبلايرز اللي انا بحتاجها في البروجيكت عندي from a to z وااجي كل شهر احدد بس الحاجات احط ال quantities قدامي الحاجات دي عشان اوفر الوقت اللي انا عاود اطلب في السبلاير حاجة من الحاجات دي طبعا انت كdocument control مسئول مسئولية تمة على كل الادوات المكتبية اللي انت بتحتاجها او ان السايت تحتاجها بينفعش حد يجي اسألك على نوع على نوع قلم معين او على او على مسترة او على stick note او اي حاجة زي كده وتقولوا لا انا ما عندش stock من الحاجات دي طالما انت عقدك بيقول ان انت الحاجات دي متوفرة عندك في السايت يبقى لازم انت كdocument control تبقى متوفرة عندك في stock بتاعك. كل شهر قبل ما تيجي تعمل الطلبية بتاعتك تبص بصة كده على الدولات بتاع الاستشهر بتاعك تشوف نقصه ايه وعندك ايه. الحاجة اللي عندك خلاص تمام لو هي هتكفيك تبع reserve بتاعك انت عارف استهلاكك منها قديه. وهتكفي معك كمان reserve 20% يبقى خلاص كده ما تطلبهاش الشهر ده. واعمل قدامها ال quantity بتاعتها zero علشان ما تتحسبش لما تيجي تعد في الاخر في final order. تمام? طيب بقيك الحاجات التانية بتدي خطي القوانتات بتاعتها زي ما انت متعود ان انت هتعرف. وشوية شهر عند شهرة تبقى انت عارف الطلبات بتاعتك تبقى في حدود قد ايه بما فيها الاوراق بما فيها الاحبار بما فيها الاقلام كل حاجة بما فيها الفايلز اللي انت بتستعملها كل ما يخص الادوات المكتبية والمشتريات الخاصة بيك. كconsultant لازم حضرتك تخطاها في list معروفة هتطلبها مرة واحدة في الشهر مش هتطلبها اكتر من مرة علشان لما تبعت ال order بتاعك ويجي تحسب عليه بعد كده في البامت يبقى هي فاتورة واحدة اتحسبت عليها في كل حاجة. تمام? ده كده بما يخص الاستشن. بعد كده كنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت في الفايلين وهنرجع التاني نهاردة هنتكلم فيها. معادات التخزين مهم جدا ان انت بتستلم بتاعتك ان انت هتبقى متأكد وعارف ايه شكل الموادات الحاجات بتاعت التخزين بتاعتك او الحاجات بتاعت الفايلين بتاعتك هتنستك ولا مش هتنستك. مهم جدا ان انت تتاكد ان الحاجات دي بتتقفل بمفاتيح ان في جزء منها بيتقفل في بوزء منها مش بيتقفل. مهم جدا ان انت تتاكد من الروم اللي انت بتستلمها علشان تعمل تخليها فايلينج روم او تخليها ستورج روم ليك. مهم جدا ان انت تتاكد ان ما فيهاش فتحات ان يكون التهوية فيها كويسة عشان الورق ما يسحش على بعضه او الحيبر بتاعتك بتاعتك ما يسحش على بعضه. مهم جدا ان انت تبقى متأكد ان ان ليها مصدر تهوية. ان هي ان الروم دي بتتقفل بمفتاحه والمفتاح اللي بيبقى فيه قابة معك منها. في القابة التانية مع البروزيكت مانيجر بس بيش حد تاني يقدر ان هو يأكسز الروم دي غيرك. ففي شوية تفاصيل كده لازم تاخد بالك منها. لازم تعرف نواية الفايلز اللي انت هتعرف تستعملها في الكابينتس دي. بالزبط كده ما بيستهاش ولا رطوبة ولا مطر. اهم حاجة ان انت اول ما تستلم الروم بتاعتك تتشك عليها على كل الفتاحات اللي موجودة في القوضة دي او في الروم دي. وتبقى متأكد ان هي ما فيهاش حاجة ممكن ما تدخلش مش هيدخلها حشرات مش هيدخلها مية مش هيدخلها اه تهويتها كويسة جدا ما يكونش فيها اشعة الشمس بتبقى موجودة. وفي اشعة الشمس بتضطر ان انت تقفل الحاجات دي بستاير او تحط عليها ورق على على الازاز علشان ما يبوز لكش الفايلات او ما غيرش لون الفايلات فتطر انت كل شوية تغير الفايلات بتاعتك والورق اللي فيها لونه يبهت وكلام من كده. فكل الحاجات دي يزم تاخد بالك منها علشان لما تيجي تخط الفايلز بتاعتك او تيجي تعمل فايل. كمان? من الحاجات كمان اللي احنا بنستعملها في السايت اللي هي الادوات التعاونية او الادوات المساعدة اللي احنا بنتعامل مع بعض فيها في السايت زي مثلا البروجيكتور زي الحاجات دي. الحاجات دي مهمة جدا ان هي تكون موجودة في السايت مهمة جدا لو انت بتطلب ان انت بتعمل بتاعت البروجيكت بتاعتك دي في اللي زي كده. مهم جدا انت تاخد بالك ان لازم يكون في موجود بروجيكت في الميتينج روم. لازم يكون فيه عشان لو في حد لو في حاجة انتو بتتناقش فيها كتكنيكا مثلا او في الميتين بتاعك. بيتناقش التكنيكا في حاجة زي كده. مهم جدا ان هو يبقى عنده حاجة زي كده علشان يقدر يستعملها. لان مش هينفع كلهم قاعدين في ميتينج وبيتعاملوا بالورق او القناة. يبقى صعب قوي جدا عليهم الموضوع ده. تمام دي كده الادوات التعاونية اللي احنا نتعامل فيها. اخر حاجة بنتكلم فيها اللي هي طبعا دلوقتي كل الناس ماشية في اتجاه ان احنا نعمل لكل حاجة احنا نسمع منها. فدايما التولز بتاعت الريساينج اللي دي لازم تكون موجودة زي ما موجودة عندنا في الهد اوفيس في حاجات كتير في كل حتة في الهد اوفيس عندنا لازم برضو تبقى انت حريص ان هي تكون موجودة عندك في السايد. مهم جدا انت كدوكلمت كنترول يكون عندك مسؤولة على ان هي تتخلص من الورق المهم اللي انت مش عاوز حد يشوفه تاني. بدل ما تقطعه المهم اللي هو يكون موجود دي علشان تقدر ان انت تتخلص من المهمة اللي انت مش عاوز حد يشوفها كده مثلا ولا اي حاجة من كده. تمام. ايه تاني. طيب احنا ليه مهمة عندنا ان احنا نعمل السيانة الدورية بتاعتنا دي. ايه اهمية السيانة اللي احنا بنعملها? يا جماعة روحتوا فين? الاستمرارية اهمية السيانة الدورية اللي احنا بنعملها للايكوبمنت اللي احنا تكلمنا عندها. عدم تأخير العمل. تمام. استمرارية. تجنب الدوقف المفاجئ بالزبط جدا. اول حاجة تجنب تعطيل الماكينة والاسلحات المكلفة. الماكينة اي اي ايكوبمنت عندي لو تعطلت فجأة هتكلفني وقت علشان اه في الشغل هتكلفني شغل كتير يتعطل علي وهتكلفني ان هي فيها حاجة فيها جزء من فيها حاجة جواها اتعطلت فانا محتاجة ان انا اعمل لها قطع غيار او محتاجة ان انا اجيب لها حد مخصوص زيارة مخصوص الصيامة علشان نيجي يعد يعمل لها صيامة. فبالتالي كل ده هيبقى هادر في الوقت عندي وهادر في التكلفة كمان لان هيبقى عندي تكلفة زيادة ان انا عملت زيارة مش طبيعية فبالتالي هو هيجي ياخد تمن الزيارة وهيغير مثلا اي قطعة تغيارة عنده فهيضطل ان انا كده برضو هدفع تمن قطعة تغيارة فاول حاجة تجنب ان انا تتعطل عندي اي مكينة وان انا اعمل اصلاحات مفاجئة او تكلفة اضافية للتكلفة بتاعتي. تاني حاجة تقديل وقت التوقف عن العمل لما انا بعمل كده انا بقف وقت طويل جدا وبقى مش عارفة ايه الوقت ده اللي ممكن يحصل فيه. لما بيجي فقط من الاوقات ان انا بيبقى عندي هدك او بيبقى عندي اوفردود على ايكوبمنت معينة انا شغالة عليها. زي مثلا في الوقت مثلا انا بيجي قطع فيه مستخدصات بي. قبل كل الناس عاوزت خلص المستخدص في وقت واحد. وبالتالي بيبقى فيه كمية وقت في كمية ورق كتيرة بتطبع في وقت واحد. فلو انا مش عاملة الصيانة الدورية بتاعتي او للتولز اللي انا شغالة عليها دي. هلاقي نفسي ان انا ممكن تيجي فوقت انا محتاجة فيه للشغل ده يخلص في ثانية. هلاقيها ان هي تأخرت عندي ساعتين. فبالتالي حالش هيستحمل التأخير ده. هتلاقي كل الناس بالضايقة ومش عارفة تعمل ايه. وكل الناس ما عندهاش حل ان هي تعمل حاجة تانية. لو انا ما عنديش حاجة بديلة فبالتالي هي هتوفر معي الوقت والمجهود في الكلام ده. تالت حاجة بتحسن اداء الالة اللي انا بعملها يعني ده بيخلي دايما الالة عندي او الايكوبمنت دي شغالة بالاداء بتاعها الكويس اللي هو طول الوقت الديني النتيجة اللي انا مستعنيها منها. لان لو انا ما عملتش الصيانة بتاعتها دي. هلاقي فجأة ان هي ما بقاش اداءها زي ما هو مية في مية زي ما انا متعود منها. هلاقي اداءها يبتدي ايه لي ايه للدرجة ان هو يبقى اداء مش مقبول. يعني انا بالنسبالي بشوف داقيمت كتير ايه باجي اسطلمها مثلا في الموقع عندي بكتشف ان فيه 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 داقيمت اصلا مش متشافة انا مقدمني ورقة انا مش عارفة اقراها. ده بيبقى نتيجة عدم الصيانة الدورية ده بيبقى نتيجة ان هو طبع الورقة مرة مش واضحة 80%. جات المرة التانية سكانت وصورها وطبعها في الحاجة تانية بقت مش واضحة بدلا ما هي 80% بقت 60%. شوية شوية بتبتدي تحس ان الورقة اللي انت بتتعامل بيه او الدكيمس اللي انت بتتعامل بيها دي مش واضحة تنامل لانها تم ان هي اتصورت في كل مرة. اداءها بيقل لو انت ماخدتش بالجر لما في الاخر مبقيتش عارف تقرأ الورقة اللي قدامك. فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نخلي بالنا من الحاجات دي. حاجة تانية المساعدة والاصلاح الفوريين لكل الحاجات دي. ان انا لما انا بحاول ان انا دايما طول الوقت انا بعمل لها سيانة في وقتها. بلاقي ان السوفتوير دايما عندي بتعمله قبل طول الوقت. مجيش استنى ما بيبقاش عندي ايكوبمنت ما تعمل لها سيانة مثلا من ثلاث سنين مثلا. وفاجأة اكتشف ان السوفتوير ده تغير. وان التولز دي اصلا لازم تتحط عليها حاجة تانية. وان الايكوبمنت دي كده مش نفع. واضطور ان انا غير الايكوبمنت كلها بحالها. بدل ما انا كنت بعمل سيانة دورية فكل شوية بتخطيلي عليها مثلا. بياخد باله من السيور بياخد باله من الاسلاك بياخد باله من الحاجات دي. لو هي فيها مشكلة هتبقى صغيرة. اكتشف ان هي بقت مشكلة كبيرة جدا علشان هي محدش قدر ان هو يكتشف المشكلة بتاعتها الاساسية دي. تمام. فمهم برضو ان انا خلي بالي من التجديد بتاع السوفت ويرز بتاع الاجهزة. لان دلوقتي زي ما احنا عارفين. كل الايكوبمنت انا احنا مشتغل عليها بقدر الوقتي يكون مغزمها متصل بالانترنت. فبالتالي الانترنت بيبقى محتاج سوفت وير معين. فلو انا مش بتابع معاهم الاوبديت بتاع السوفت وير ده. هاجي في وقت من الاوقات هلاقي ان الماكينة دي او الايكوبمنت دي مش قادرة ان انا اعمل اخد منها اي نتيجة. لان انا مش عارفة وصلها. بقاش في حد بيتابع السيانة بتاعتها. ما بقاش في حد بيتابع السوفت وير بتاعها. ما بقاش في حد عارف يصلح المكان دي سنة. فبالتالي لما هاجي باعها هلاقيها ان هي بتخصرني حاجات كتير. في شركات كتير او في مواقع كتيرة لما بتبقى بالنسبة لهم المشروع بتاعهم مش هيطول كتير. بيبقى بالنسبة لهم ان هما يأجروا ايكوبمنت اسهل كتير من هما يشتروها. لان في الشرع انت بتاخد الحاجة عندك بتاعتبرها اسد اينام وهي بتاعتك تمام وتاخدها بعد كده. بس فاعدين الايجار بيبقى اسهل له. لان الايجار هي فترة وهيرجعها تاني للشركة بتاعتها وهما يجي المشروع تاني هيأجر حاجة احدث منها. ومش مجتور ان هو يكمل بالتولز او الايكوبمنت القديمة بتاعته. كل المشاريع بتاعته ان هو بيكمل. تمام؟ طيب. هناخد جزء صغير النهاردة تاني في الستورج ان سبيرتي. حد جدا عنده اي اسئلة في بوزء اللي فت. لاخر موضوع معينا النهاردة. طبعا احنا كتقييمة كنترولرز بجازة يبقى عندنا اركايف روم او فايلين روم. نحط فيها كل الفايلز بتاعتنا والسامبلز والحاجات اللي انا بقى شايفة ان هي مهمة جدا ان هي هيحصلها في روم دي. بتبقى مسئول مسئولية شخصية للدوكيمنت كنترول. اي حاجة هيحصل لها دستروي او دعم الجزء لغرفة دي. هتبقى مسئولية الدوكيمنت كنترول. تمام؟ طيب. مهمة جدا ان احنا نعمل شوية شروط كده عشان الايكومنت. احنا قلنا طبعا خلاص المفروض ان احنا استلمنا ارضوم دي. وتمام خلاص احنا استلمناها هي مش مش ما بيدخلش اي حشرات ما فيش اي فتحات التهوية بتاعتها كويسة. اه المر تدخل عشاء الشبس فيها اضاءة كويسة عشان ما في حد انسهرونه بيدور على حاجة في وقت بالليل. مساء يعرف ان هو يوصل باته. بس مهمة جدا ان احنا نحط شوية شروط ان احنا ازا نقدر نكونترول على الستارج روم دي. يا ترى ايه ممكن الشروط اللي احنا نحطها او الروز اللي احنا نحطها للروم دي. علشان نقدر نكونترول التعامل معيها. حد عنده فكرة. نستعمل فيها ايه كمان نستعمل فيها التولز والأثيكس اللي احنا اخدناها من محاضرة اللي فاتت في الفايل. بالزبط كده ده اهم حاجة. من اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجودة بكثرة عندنا في روم زي دي. لازم تكون موجودة برا القوضة علشان اللي قدر ده بحصل اي حي او حصل اي مشكلة. يقدر اللي برا هو داخل ياخد التونزي معاه فيقدر يسيطر على ده. حاجة اللي قدر انا ما كنت تحصل. التحكم في الدخول والخروج كمان. تي سي تي بي تمام. كمان. جايدة التعوية ما احنا خلصة حيتكلمنا في دي ريجستر يعني ايه ريجستر. بس اسقيها بحاجة تقصد ايه بموضوع ريجستر. اضاءة كافية تماما. ناخد في اعتبرنا كل اجراءات السافتي بتاعت المكان. طبعا خلص خدنا الاجراءات. عشان التعامل مع الفائلز دي. هل اي حد يقدر يدخل يتعامل مع الفائلز بتاعتي اللي جوه؟ طبعا انا مفروض ان انا حاطت الفائلز في الكابنت بتاعتي ومفروض ان هي لها اندك. وليها كل فائل. كل رف من الفائلز دي معروف ان هو موجود عليه ايه نواية الفائلز اللي موجودة. ومن كامل اللي كان محدود كل البيانات دي في اندكس موجود على الكامل من بره. علشان اي حد يدخل يقدر ان هو يتعامل فيها. بس هل مصرح لاي حد في الشركة او اي حد في المشروع ان هو يدخل يتعامل مع الباكينس دي؟ طبعا لا. لان لازم يتعامل من خلال الناس اللي مصرح ليهم بس ان هما يدخلوا يتعاملوا مع الفائلز دي؟ مثلا احنا خمسة document controllers موجودين في department من حقنا بس احنا الخمسة ان احنا ندخل بس المكان ده. او من حق المكتب الفني. يبقى معروف مين اللي من حقه ان هو يدخل ال room دي؟ مين اللي من حق ان هو يتعامل مع الفائلز عشان لو حصل فيها اي مشكلة جوه تقدر ان انت تجيب مين الناس اللي بتتعامل في القوضة دي؟ لو سيبناها مفتوحة لكل ال team بتاع السايد ساعتها لو حصل فيها اي مشكلة او لو فايل ضع او لو حصل فيها اي مشكلة او او لو حصل ال damage لأي فايل من جوه تيجي انت مش تقدر تحاسب حد. فمهم جدا ان هو يحذر ان احنا نحذر دخول اي حد غير مصرح لي من ال team بتاع document control او من حد من موجود. ما عنديش مشكلة ان انت اتدخل ان شاء الله حتى اتدخل نص المشروع بس يبقى معروف ان هي الناس دي بس هي المسؤولة عن الفائلز اللي هو دي. تحديد سماحية الدخول والخلوق. الزبط دي. ده واحد اتنين. لازم تكون كل ال equipment او الموجودة عندي يكون لها انها تكون قبلة للقفع. يعني لازم تكون ان انا اعرف ان انا اقفلها بمفتاح. بالذات الحاجات المهمة. مهمة جدا ان الحاجات اللي بتبقى confidential. الحاجات اللي هي ماينفعش ان هي تبقى موجودة المفتوحة بالمنظر ده. لازم تكون مقفولة بقفل ويبقى القفل ده. تكون lookt بالزبط. ويكون المفتاح بتاع looker ده يكون موجود مع واحد بس موجود في team او موجودة مع ال bm. عشان نقدر نسيطر على ال equipment دي ونسيطر على documents بتاعتنا دي. طيب ايه كمان ان انا لازم استخدم ال cabinets تكون فلازية. ما تكونش من الانواع اللي هي ممكن تحط عليها files طوعة. عشان تتجنب اي damage يحصل في المكان. وعشان تقدر تخزن عليها الرسومات بتاعتك وتخزن عليها المستعادات بتاعتك بطريقة كويسة. تمام؟ لازم يكون مكتب DCC مجهز بكل firefighting الموجودة عندك عشان تقدر تتعامل فيها بطريقة كويسة. لازم الموظفين الموجودين اللي هيتعاملوا في الفائلز او اللي هيتعاملوا في معجوم دي يكونوا عارفين ان هما يتعاملوا مع اي fire تحصل او مع اي مشكلة تحصل في الصعيد. لازم يكونوا واخدين induction مثلا لكورس بتاع safety علشان يقدروا يتعاملوا مع الحاجات دي. بالضبط الرافو ممكن لحط برضو كاميرات مرقمها داخلية للغرفة علشان لو حصل اي مشكلة في الغرفة نقدر ان احنا راجع كاميرات ونعرف مين اللي دخل في الغرفة دي. لازم الغرفة دي تكون لها قفل من بره او مفتاح مهم من بره علشان الناس تعرف ان انت ماشي تقفل على الحاجة وتبقى جاي متأكد ان انت اخر حد قفلت وان انت اول حد هيجي لفتحت تانية من السوق. حاجة تانية لازم تكون الغرفة دي مفصولة عن غرفة document control. علشان غرفة document control ما تبقاش وارد ان حد يدخل فيها يسأل على حاجة يعمل بتاع. ما تبقاش ان الغرفة دي هما اللي كنون غرفة واحدة فبالتالي ما تقدرش انت تسيطع على files او documents الموجودة عندك. لازم تكون فعلا غرفة واسعة وتكون فيها disk علشان تقدر تعمل filing عشان لما تيجي تطلع file من مكانه ما تفضلش انت حطه ما تفضلش مسكه في ايدك وانت بتعمله. لازم تكون قادر ان انت تحطه في مكان وتكون درجة الحرارة بتاعتها طبيعية علشان اللي يدخل يدور على حاجة او اللي يدخل يعمل filing لحاجة ما يبقاش واقب زهقان او يبقاش تعبان. وعشان كمان تحافظ على جودة documents الموجودة عندك ما يحصل لهاش اي مشكلة. في حاجة تانية نسيناها من اي حاجة من حاجات documents او من regulation مفروض ان احنا اخدها مع storage room. ليه بس يا استاذ اسلام هتوصل باستقالة حضرتك ليه استاذ اسلام بيقول والله انا في نفس المشكلة ليه منذن وهتوصل لاستقالة ليه المشكلة. والفايل من ده الصراحة يعني بتبقى اكتر حاجة بتبقى مجهدة ومقلقة في السايت. طيب نراجع بس كده مع بعض الجزئية دي بتاعت الاسترايج room احنا اول حاجة قلنا ان هي لازم تكون تحت المراقبة علشان نقدر ان احنا نعرف مين دخل ومين خرج ونقدر نوصل لو في حصائد فيها مشكلة. اتنين ان احنا ما يبقاش حد بيدخلها غير المصرح ليهم بالدخول من افراد DCC او من منطقة العمل بتاعته. بس لازم تكون مفصولة عن مكتب بتاع ال document control علشان لو حد عشان تقدر ان انت تقفلها طوال الوقت. لازم يكون لها مفتاح والمفتاح ده مع ال document control ومع ال bm. بس لازم تكون الموجودة فيها تكون قبل ان هي تكون للغلق عشان تقدر ان انت تقفلها لو عندك documents مهمة او confidential. لازم لازم يكون فيها fire fighting ويكون فيها نظام انظار للحريق علشان تقدر تسيطر على اي مشكلة تحصل فيها لقدر الله. وان اخر حاجة لازم الموظفين يكونوا متدربين على التعامل مع الحوادث اللي زي كده علشان يقدروا يتعاملوا بطريقة صحيحة فيه. تمام? انت حضرتك محتاج استاذ اسلام بيقول ان هو محتاج ورفة اضافية ومدير عبد المفضولية دي مشكلتنا فعلا. في الاخر لما اخر ما بنزع احنا بنعمل فايلينج في الضرقة بتاع بتاع السايت اخر ما بنلاقيش مكان. لان احنا فعلا تجيه في اخر المشروع كل الاركايف روم او الستوريج روم بتخلص وبتلاقي فعلا عندك فايلز تانية انت مش عارف تخطها فين فاكتر ان انت تسمع احنا. فعلا مشكلة اساسية. طيب احنا كده خلصنا الجزئية بتاع في النهاردة احنا كده جزئية بسيطة. واردنوش ان احنا نطول عليكم النهاردة كتير. ومحتاجين اا دلوقتي ان احنا لو في اي حد عنده اي سؤال اهلا بي. في اسئلة عندنا يا جماعة في الجزئية دي او في اي جزئية فاتت احنا درسناه. المحاور المتبقية في الكورس. المحاور المتبقية في الكورس احنا نخلص اخر جزء ان شاء الله مرة جاية بازن الله بتاع فضل لنا بس شابتر ون احنا لسه يدوبة كده كلنا شابتر ون. هنخلص ان شاء الله كده مثلا بقلنا 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 وكده نبقى خلصنا الجزء بتاع وهنوقف ان شاء الله بعد كده على كده الحد الجزئية دي ممكن نعمل بعد كده كورس تاني للحاجة بقى يعني لو احنا نطبقين حاجة بقى نطبق الجزء ده عملي على اي بروژيك بس هنوقف مثلا فترة كده شواء. اجاز ان او اياكم يا رب النسخة الاصلية من مين عادة بيحتفظ فيها وبيسلموها للمالك هل المقاول او الاستشاري. عادة المفروض بيحتفظ بنسخة الاصلية المقاول لانه في اخر المشروع بيضطر ان هو يسلمها للاستشاري تاني عشان يسلمها للمالك او الدوكيمتز. كمان? وعشان كمان لو في عينات او لو في اي احنا محتاجين ان احنا ان يحتفظ بيها يحتفظ بيها المقاول مهم جدا ان هي تبقى موجودة عند المقاول عشان يسلمها في اخر المشروع. استاذ محمد حضرتك تابع الكلام ده مع المهندس مع استاذ احمد حسام. هو ان شاء الله بازن الله هيشوف لك موضوع الحضور ده ان شاء الله. ممكن الاكسل بتاع اللجات اللي اخدناها هتلاقيها موجودة في المكتبة بتاعة الكورس. وهتلاقيها موجودة في موجودة على الفايلز بتاعة الجروب بتاع الفيسبوك. ثاة او اي طاني? وان كنا بعتها الحضور تاك يعني معلش ابعتلي بس على الجروب وانها بعتها الحضور تاك يعني كان محضرة. یعنى باذن ال gob لها كده خمس محضرات بكتر جدا ان شاء الله نكون خلصة. دي المحضرة العشرة. ان شاء الله كم الحضر الجايس. حلص فيها الجزئية بتاعت الدولس لس دي. بعد كده ان شاء الله المحضرات اللي باقية باذن الله انتخ amounts 4 محضرة Growth. ان شاء الله قدامنا 55 ان شاء الله نخلص على رمضان لا بإذن الله هنخلص قبل رمضان احنا هنوقف شوية لان يعني احنا طولنا خلص احنا بالنسبة لنا الفاونديشنز اللي احنا كنا عاوزين نديها خلاص احنا بدأنا ان احنا قربنا ان احنا نخلصها خلاص هنمتحد في الجزئية دي وهنعمل كورس تاني ادفانس مور ادفانس لتفاصيل اكتر في في الدكيومنت كنترول اذا ان انت بتبتدي project from scratch طيق اشوفكم ان شاء الله على خير بإذن الله المحاضرة الجاية بما ان احنا كده ما عملاش اي اسئلة تانية اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله